هيا بنات ويلا بينا بقى نعمل مسكرة الحواجب في البيت جل شعر عندك او فازلين تقدر تستخدمي ده اي اي شاد واي درجة لون حواجب انت حباها هنحطها عليها وبعدين هنحط خمس نقط كده من زيج جز الهند عشان يبقى ترتيب وقلبي بقى الله علي الله علي شايفين اللون وعايز اقول لكم اللون طحفة سابته وبيفضل معاك يتولي اليوم وفي نفس الوقت الجل بيخلي كمان ان انت ترفعي الحواجب جمد جربوها وهتعجبكم وبس والله هيا بنات ويلا بينا نشوف لون السابغة دلوقتي شعري مبلول فاللون مش واضح قوي استنيت لحد ما نشوف خالص ودلوقتي اللون اي رأيكم بقى يكتبوا لي في الكومنت وبس والله وهلا والله بصوا بنات انا كان عندي علبة برونزر وطبعا خلصت بس في في الجوانب فاضل وانا مش عارفة استخدمها واستفادت بيها وطبعا عشان هي غالية انا مش هرمي حاجة غير لما حللها كويس جدا هجمحهم كلهم في علبة فاضية عندي وبعدين هبدأ اكسرهم كده واساوي بحاجة عشان خاطر يكون قوامه ناعم مرة تانية وهستخدم القحول عليه رشية تلات رشات مش اكتر وبعد تليه تساوي بمنديل عشان خاطر اضغط عليه كويس ويتجمع وهتستفدي كتير جدا وهلا والا بصوا بان انت بقى ده اختراع لكل بنت او كل شخص عمتن حابب يرسم تاتو وفي نفس الوقت يكون شبه التاتو بالزبط وكأنك واشم كده تاتو ده تحفة بيقعد شهري في الرسمة في الايد مزبوطة وبتختار الشكل اللي انت عايز زينه يعني بصراحة تحفة اسم الحنة ايه لو سمحك بصي هو ده مش حنة اصلا خالص ده تاتو مؤقت مكتوب عليه تاتو مؤقت اسمه استارتوس تمام اما بقى النتيجة بتاعته اهي بصوا كأنكم عاملين تاتو بالزبط وشكله حلو جدا وبتختاروا الرسمات اللي انتو عايزينها هو بيبقى جاي معاه كذا شكل وكذا حاجة انتو بتختاروا الشكل اللي انتو عايزينه وبعدين تستخدموا ده بصي قابل بس ما هقولك منين وبكام خليني بس اوصل لكم علومة ليكي والناس كتير جدا كتبه كومنتات مش فاهمة ده يا جماعة جل شبه الحنة كده بالزبط بس حاجة جديدة حاجة متطورة رسمة بتتلزق وبتحطي عليها وبيديكي شكل كده مختلف عن شكل الحنة خالص يعني حاجة جديدة تمام اه فده مش دق ومش بيختلط بالدم زيه زي المكياش زي العدسات زي تركيب الاوظافر اه مش فاهمة انتو عملتو حوار كبير جدا مش فاهمة برضو ليه عمتا ده انا جايبا من ابليكيشن جولي شيك اه كان سعره في حدود ميتين وثمانين جنيه وبيجيكي معاه رسومات كتيرة جدا وبتحطي الرسمة اللي انت عايزاها اشتركوا في القناة